السلام عليكم اهلا ومرحبا بكل متابعين قناة ده باست في كل مكان في فيديو النهاردة هنتعرف على اخبار جديدة بخصوص امتحان اللغة الاجنبية الاولى للثانوية العامة واخبار عاجلة لمعرفة المزيد من التفاصيل ابقوا معنا لنهاية الفيديو سنراجع صعوبة امتحان اللغة الاولى للثانوية بعد تصحيح العينة العشوائية علق الدكتور ريدا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة على صعوبة وشكاوى بعض طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان اللغة الاجنبية الاولى قائلا الصعوبة على الكل وسوف نراجع ذلك بعد نتيجة تصحيح العينة العشوائية وادى صباح اليوم طلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الاول للعام الدراسي الحالي 2019-2020 في مادة اللغة الاجنبية الاولى باجمالي 619.221 طالب وطالبة داخل 56.591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية حيث قدى 577.503 طالب وطالبة امتحان اللغة الاجنبية و22.223 طالب وطالبة امتحان اللغة الفرنسية و19.495 طالب وطالبة امتحان اللغة الالمانية وقال الدكتور ريدا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان ان امتحانات السنوية العامة في يومها الثاني صارت بشكل جيد دون حدوث اي مشكلات من شأنها تعكير صفه العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاتمقنان على وصول اوراق الاسئلة الى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحا وادوات التعقيم واشارح جازي الى انه تم اليوم البدء في تصحيح كرسات اجابة مادة اللغة العربية التي قام الطلاب بادائها يوم الاحد الموافق 21 يونيو 2020 وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات حيث رصد فريق مكفحة الغش الالكتروني 16 حالة غش باستخدام اجهزة الهواتف المحمولة في ادارات العجور وبنها والخنكة بمحافظة القليوبية وباب الشعرية بمحافظة القاهرة وشرق المنصورة بمحافظة الدقاهلية والدلينجات بمحافظة البحيرة وبنسويف وانهاسيا بمحافظة بنسويف وفقوس بمحافظة الشرقية والعمرانية بمحافظة الجيزة وأسوان بمحافظة أسوان وغرب الأسكندرية والعمرية بمحافظة الأسكندرية وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللادمة حيال تلك الحالات